صحف عربية تناولت اليوم تسارع وتيرة اعلان كبرى الشركات العالمية عن مغادرتها لايران تجنبا للعقوبات الامريكية في وقت اعلن فيه مركز بحوث تابع للبرلمان الايراني خروج اكثر من 59 بليون دولار من المعملات الصعبة من ايران خلال السنتين الماضيتين على وقع التهديدات الامريكية الاخيرة وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الحياة الامر الذي دفع الرئيس الايراني السابق احمد نجاد لاتهام خلفه حسن روحاني بتقديم تنازلات للدول الكبرى واضعاف قدرة البلاد وربط مصير كل شيء بالاتفاق النووي واعتبر مركز البحوث بان المبلغ المذكور سابقا يشكل رقما مهما بالنسبة للوضع المالي لايران مرجحا خروج بلايين اخرى يأتي هذا فيما اعلنت مجموعة جنرال الاكتريك عن ايقاف نشاطاتها في ايران التي كانت تتطلع الى عقود جديدة في حقل النفط بارس الجنوبي وكان يفترض ان توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية خبراء ومحللون اقتصاديون قالوا بان الشركات الكبرى ستكون صاحبة القرار الاخير لحسم الجدل بشأن العقوبات الامريكية مواضحين بانه لا يمكن ان تضع مصالح في سلة السوق الايرانية وتهدد انشطتها في اسواق اخرى اكثر اهمية ويستبعد المراقبون اي تراجع امريكي بخصوص العقوبات على ايران لان ذلك يرتبط برغبة امريكية واضحة لدفع ايران الى التراجع عن انتاج اسلحة نووية او خلق التقدم عسكري يهدد جيرانها الخليجيين فضلا عن الدور التخريبي لها في ملفات المنطقة